هيكون معايا واحد من أساطير كرة القدم الكاميرونية واحد من أفضل حراس اللي عدوا على كارة أفريقيا اسمي كبير تعرفوه جيداً يا مواجه منتخبنا الوطني تحديداً في الجيل الزهبي 2006-2008-2010 هو كارلوس إدريس كاميني حارس مرمى منتخب الكاميرون ونادي إسبانيول وملجة السابق يا فندم مشرفني ومنورني على التلفزيون المصري برنامج رقم 10 سؤال الأول ليك بالتأكيد ذكرياتك بالنسبة ليه مبارياتك مع منتخب الكاميرون أمام المنتخب المصري أكيد تحمل ذكريات كثيرة عن هذه المواجهات أتكيد أنها ذكرياتك جيدة لأن مصر أمة كبيرة في عالم كرة القدم والتنفس معها أمر رائع وأعتقد أنني خسرت المباراة النهائية ضد مصر في العام 2008-2010 وفي العام 2010 تم إقصائنا من قبل مصر أيضا في كأس المو الأفريقية في ربع نهائي وخسرنا تأهل للمونديال في العام 2006 بسبب الفريق المصري إذن التنافس دائما صعب مع الفريق المصري إنه تنافس مع فريق من المحترفين ومباراة دائما معهم همه وتحمل كثير من الذكريات أي اللعبين في المنتخب المصري تتذكرهم جيدا أثناء مواجهتك معهم وأي اللعبين كانوا الأخطر بالنسبة لك لما بيوجهوك كما تعلم فإن مصر دائما لديها الكثير من اللعبين الجيدين حينما كنت صغيرا كنت شاهد الأخوين حسن ولكن يمكن أن نقول لكم من اللعبين الذين قبلتهم أبو تريكا بالتأكيد الذي سجل الهدف في النهائي 2008 إنه لعب جيد ويجب أن نقول أيضا حينما تقابل تقابل فريقا فإنه لا يجب أن تتحدث عن الفريق بقدر ما يجب أن تتحدث عن العمل الجماعي ولكن بالتأكيد أسماك حسن وميدو وابو تريكا وزيدان فأسماك لا يمكن نسيانها ومن اللعبين الجيدين الذين لعبهم مع منتخب مصر طيب سؤالي القادم ليك يخص منتخب الكاميرون في الوقت الحالي رأيك فيما يقدمه المنتخب الكاميروني هل يملك جيل جيد قادر على المنافسة فيها البطولات الأفريقية والمشاركة في كأس العالم بالتأكيد نعم حينما تحدث عن الفريق الوطني الكاميروني فإننا يجب أن نتحدث عن تاريخه وعن العناصر التي طالما كونت هذا الفريق الوطني إننا دائما نلعب لعبنا موهيبين ولعبنا يلعبون في أنديات كبيرة في أوروبا بالتأكيد نحن قادرون على التأهل إلى كأس العالم وعلى التأهل لكأس أفريقيا وعلى المنافسة على هذه الكأس كما تعلمون فإن الكاميرون من الأمم الكبيرة في أفريقيا في عالم كرة القدم الكل يعلم ذلك ولكن لا يجب الأسند إلى التاريخ فقط ولكن يجب علينا المزيد من العمل وعمل لا يتوقف لكي نصل إلى ما نريد أسألك على أنانا حارس مرمى الكاميرون الحالي وأيضا حارس مرمى منشستر يونايتد رأيك فيما يقدمه من المستوى خاصة أنه كان يتعرض لانتقادات الموسم الماضي نعم بالتأكيد التغيير الذي حصل في المنتخب وفئ النادي يحدث تأثيرا على اللاعبين بشكل عام ولكن أنانا حارس مرمى جيد وهو موهوب ولديه القدرة على أن يحرص مرمى الكاميرون وهو من أفضل حراس المرمى في أفريقيا وهو بالتأكيد دعمود أساسي في المنتخب الوطني الكاميروني وفي منشستر يونايتد شقيقك لعب من قبل في الدوري المصري تحديدا مع نادي حرص الحدود هل فاهم وقت من الأوقات كان في عروض لك في المنطقة العربية؟ أفدا لم يحدث ذلك لم أطلق أي عروض للعب في العالم العربي ولا في مصر لقد كنت دائما ألعب في بطولات أهربية أعرف تاريخ البطولات العربية والمصرية ولكن للأسف لم أطلق عروض للعب فيها كالوس إدريس كاميني حارس مرمى منتخب الكاميروني نادي اسبانيولي السابق أنا بشك حراك شكرا جزيلا على هذا اللقاء لك